أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا مشتركا عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء إلى مصر وأكد البيان المصري السعودي المشترك أن الجانبان أشاد بما حققته زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر من نتائج إيجابية أسهمت في توسيع نطاق التعاون والتنمية العلاقات بين البلدين وأشار البيان المشترك إلى أنه تم توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح أسيسي وولي العهد السعودي معضحا أن المجلس سيكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفعهما نحو آفاق أرحب بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة